موزعي الكابل بلبنان ويلي عم يرفضوا فكرة استناد الامتفي للانون لتحصيل حقه أصدروا بيان قالوا فيه إنه ما تقوم فيه المحطة غير قانوني ولأنه نحن مع الحق والانون استشرنا مرجع قانوني بالقضية فيه أكتر من قانون صدر بالتسعينات بموضوع البث التلفزيوني مش بس قانونين فيه كمان والأهم قانون الملكي فكرية صدر بآخر التسعينات بالتسعة وتسعين وإجا يقول إنه التلفزيونات بمحل معين عنده الحق باستعمال العمل لبل بالمادة 42 تحديدا منه إيجا يقول إنه الحق التلفزيونيتي يعيدوا البث أو يحشبوا أو إنهن يعطوا الإذن بهذا البث مقابل مدى طبعا مقابل بدى المادة وبالتالي كل من ينتهك هذه الحقوق يزجن شهر إلى ثلاث سنوات إضافة للغرامة وإغلاق المكان مع أيضا ما يسمى الأمر بالحجز على الأدوات اللي قدت إلى هذا الانتهاك كل ذلك منصوص عليه بوضوح المواد 15-42-82-83 من الأنون إذن القانون بيعطينا الحق ونحن ما بدنا تنحرموا منا ببيوتكن لكن موزعي الكابل وكرميل ما يدفعوا 20 سنت عن كل مشترك بالشهر كله قرروا ما يدفعوا ويقطعوا البث بالأنون ومش أكتر عم بالطالب الأم تي في بحقه اشتركوا في القناة